بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء العاشر من الفصل الثاني لمكره هندسة البرمجيال في الجزء ده جماعة نتكلم عن موضوع اسمه Software Evolution أو ممكن نقول تطوير النظام أو صيانة النظام بمعنى إيه؟ بمعنى بنقول إن ساعات في بعض الأحيان اللي بنتطر نغير من المواصفات لمين للنظام ويؤدي ذلك إلى تطويره وتحسينه وصيانته طيب أغير في المواصفات بنانا على إيه يا جماعة؟ بيقولك بتغير في المواصفات بنانا على رغبة العميل مش كده؟ دلوقت اللي نفرض أنك أنت بتعمل برنامج لإيه؟ لشركة تجارية وظروف التجارة بتاعتها البزنس بتاعتها تغير معايا؟ في الحالة دي هي بتطلب منك تغييرات في البرنامج اللي أنت بتصممه طيب توقف أنت ساكت؟ لا طبعا لازم تحقق لها المواصفات اللي هي محتاجات أو التغيرات اللي هي إيه اللي هي طلبها عشان كده بنقول إيه يا جماعة؟ بإنه الصوفت وير دي هي مادة خام ممكن تتطور سهل إنك أنت تتطورها وتغيرها فعشان كده بنقول إيه؟ صوفت وير إيه ها؟ أيوة إنهيرنت لي فالكس أبول أنت كانت شانج وممكن إيه؟ ممكن إيه؟ ممكن نغيرها معايا؟ بس بولانا على إيه بقى؟ إذا ما احنا نتفعين للوقت على المتطلبات اللي بتفرض عليها ظروف البزنس وظروف العمل معايا؟ أيوة requirements changes road changing business circumstances ظروف الإيه؟ البزنس طيب بيقول لك إيه كمان؟ خلي بقى من النقطة اللي جاية دي يا جماعة بيقول لك بيقول لك التطوير أنت بتطور برنامج يعني بتطوره يعني بتإيه؟ بتحسنه بتعمله صيانة بتطور فيه بتغير من معالمه بيقول لك التطوير دوت ممكن يؤدي بعد كده إنك تلاقي عندك برنامج مختلف خالص عن البرنامج الأول معايا؟ آه معايا يا جماعة إذن بقول لك إيه؟ ممكن نلاقي بخلي بالك إن بقى إيه فيه فرق ما بين إنك إنت بتعرض إيه أيوة تبني البرنامج وتعمله تطوير والسيانة عشان كده ممكن تلاقي إن البرنامج فيوار فيوار كده جزء صغير في جزء صغير أصبح completely new completely new نشوف شكل مع بعض كده بنقول إن عملية الصيانة دي يا جماعة أو التطوير بعبارة عن إيه؟ بيتبتقى بالdefine system requirements إنك إنت بتعرف مطالبات النظام ثم بتعمل assess معناها تقييم للإكزيستنج system للسيستم الموجود تشوف هل السيستم موجود دوت أقيمه هل بيحق المصفات الموجودة بنسبة كامل في المية؟ أبدأ بقى أقيمه في دماغي طيب التطوير دي هيبقى بنسبة كامل في المية؟ الصيانة دي هيبقى بنسبة كامل في المية من البرنامج مش كده؟ وبعد كده بقى أعمل إيه بقى؟ بفترض بقى التغيرات اللي هتحصل propose system changes ثم بعد ذلك يا جماعة بنعمل إيه؟ modify system نعدل بقى في السيستم نعدله هتلاقي عندك أصبح في سيستم جديد new system معاي؟ ما تنساش إنك إنت في مرحلة إنك إنت بتعمل assess أو بتقيم existing system بتقيم على مين؟ بتقيم على existing system نفسها هو ده الجزء اللي أنت بتختبره مش كده؟ تختبر إيه؟ تختبر التطويق ثم بعد ذلك أنت بتعمل إيه بعد كده؟ ها أيوة بتفترض التغيرات بتاعتك ثم بعد ذلك بتعمل modify تطوير ثم بتحصل على system A الجديد معاي؟ ممكن وإنت بتعمل modify ترجع require مثل المتطالبات عشان تتأكد إنها متحققة معاي يا جماعة؟ خلي بالك من النقطة دي ممكن ترجع من الأول عشان تتأكد إن إيه؟ إنك إنت وإنت بتحسن النظام بتاعك إن المتطالبات تم إيه؟ تم إيه تحقق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم